الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم في حقل النظرية الكلية المتقدمة نموذج رومر في النمو الذاتي رومر indigenous growth model أرجو أن يكون فيه الفائدة العلمة لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا على بركة الله نبدأ في البداية لابد من أن نميز بين شكلين من نماذج النمو الشكل الأول نماذج النمو بفعل مؤثرات خارجية أو ما تسمى exogenous growth models أما الشكل الثاني فهو نماذج النمو الذاتي الداخلي أو ما تسمى endogenous growth models المقصود بالمؤثرات الخارجية فيما يسمى بنماذج النمو بفعل مؤثرات خارجية يقصد بها هو أن النمو الاقتصادي يحدث نتيجة لأفكار إبداعية وتطور تقني مستقل عن القوى الاقتصادية طبعا عندما نتحدث هنا أن النمو يحدث نتيجة لأفكار وتطور تقني وربما أشياء أخرى أي المقصود لا تحدث داخل المنظومة التي نستخدمها حتى تحدد النمو الاقتصادي أو تبين نمو الاقتصادي فعندما نتحدث عن النمو بفعل مؤثرات خارجية فإن النمو يحدث نتيجة لأفكار إبداعية وتطور تقني مستقل عن القوى الاقتصادية ويشمل ذلك الأفكار الجديدة ومعدل التقدم التقني rate of technological advancement ومعدل الدخال الوطني national saving rate ومثال على هذه النموذج نموذج سولو وهارد دومر وما شابه أما نموذج النمو الذاتي الداخلية أو ما تسمى endurgency growth models فهي نموذج توظف الأفكار الإبداعية باعتبارها متغيرة تحدث داخل النظام إلى جانب المؤسسات institutional institutions والاستثمار الرأسمالي capital investment والسياسات الاقتصادية التي تتبناها دوائر صنوع القرار الاقتصادي وقوة العمل workforce population ومثال عليها نموذج رومر هنا المؤسسات ثم معيد المؤسسات فالمؤسسات المؤسسات الآن المؤسسات الشكلية واللا شكلية والنجاح في التنسيق لنفترض على سبيل المثال فقط من أنجل توضيح الفكرة بأننا طلبنا من الناس أن يلتزموا بشيء معين أن مثلا لا يمشوا على قارعة الطريق دون أن نطلب منهم أن ينسقوه معنى ذلك بأننا سنفشل في تحقيق المراد وبالتالي هنا الفشل في التنسيق أو ما يسمى بcoordination failure سبب أن الحكومة والدولة والمجتمع كله لا ينسق وبالتالي هناك يحدث فشل عارم في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية ولنحقق شيء مثال عليها كثير من الاقتصادات العربية من ذلك يعني لا يمكن استيراد عفوا على الخطأ الطباعي هنا لا يمكن استيراد الوطنية ولا شراء الأمانة ولا استيراد النزاهة والشفافية كلياتها موجودة داخليا تنمو ذاتيا في المنظومة الاقتصادية التي نحن بصدر حديث عنها وبالتالي هنا endogenous growth model هي التي تتحدث عن الأشياء التي تنمو وتنبو داخل المنظومة الاقتصادية طبعا عندما نتحدث عن نموذج رياضياتي نموذج اقتصادي فإن الأشياء أو المتغيرات التي نقول عنها أنها هي المتغيرات الداخلية فهي تمنى أو تؤسس من بنات أو من ذات أفكار الباحث هو الذي يحدد ما هو الداخلي وما هو الخارجي سأقدف هذا المقطع بإذن الله تعالى نموذج رومر في النمو الذاتي الداخلي باعتباره أحد نماذج النمو الإبداعي الملهمة اشتهرت في عقد الثمانينيات من القرن الماضي وقد وظفه اقتصاديو التنمية في تقصي سيرورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اقتصادات ومجتمعات متعددة ووجدوا بأنه نجح بشكل منقطع النظير في تفسير التنمية والنمو وما شابه الآن هذه الصور التي أضحها تباعا هنا تعطي فكرة رائعة جدا عن نموذج رومر الآن هذه قوة العمل في اقتصاد ما إذا اختلطت واشتبكت بشكل مؤسساتي وفاعل جدا مع قوة رأس المال ومن ثم مع قوة الأفكار بما فيها المؤسسات والإذكار والتعلم بالخبرة والعمل القوة الإبداعية هنا بكون بالحالة النتيجة النهائية النمو في الإنتاج نمو في الإنتاج سيرورة النمو هنا أرجو من المتابع الكريم أن يركز على الذي سأقوله في هذه الشريحة هنا لدينا هنا الآن قوة العمل L ولدينا رأس المال K العمل الآن طبعا هنا دالة الإنتاج هذه دالة الإنتاج دالة الإنتاج تعتمد على L و K إذن كمية الإنتاج الكلي في الاقتصاد يعتمد على قوة العمل وقوة رأس المال لكن العمل هنا متضمن فيه الأفكار الإبداعية وبالتالي الآن جزء من العمل تذهب إلى دالة الإنتاج وتنتج في الاقتصاد في المنشآت وما شابه وهناك الآن دور للأفكار الإبداعية والبحث والتطوير دعنا نرمز لها من رمز A فجزء من العمل تذهب هنا على شكل علماء وسادة جامعات مفكرين وهكذا وطبعا رأس المال يذهب كله إلى دالة الإنتاج الآن هذا ينمو بمعدل معين كأن نقول أن الأفكار الإبداعية تنمو بمعدل G وربما أغير هذا بعد قليل يعني لكن بمعدل G لنفترض وهنا ينمو بمعدل D على سبيل المثال الآن الإنتاج يصب في الاقتصاد على شكل سلع استهلاكية سلع رأس مالية سلع عامة سلع لأغراض التصدير وإشي من استورده وبالتالي الآن هنا الإنتاج الكلي Why فجزء من هذا الإنتاج يذهب على شكل الدخار S و Y طبعا الدخار ويتحول إلى استثمارات وهكذا يعني نكمل دائرة الإنتاج هنا في هذا الاقتصاد المهم نموذج رومر يأخذ بيننا الاعتبار هذا المقطع من الإنتاج باعتباره أهم جزء في الإنتاج بعد اليابر والكابيتل طورة رومر دائرة الإنتاج الكلي Aggregate Production Function أدخل فيها عنصري الإنتاج التقليديين اللي هم العمالة L ورأس المال K وأدخل عنصرا آخر وهو A هذه A باعتبارها عنصرا عنصرا من عناصر الإنتاج هذه A هي الأفكار والإبداعات والبحث والتطوير لكنها جزء لا يتجزأ من عوامل الإنتاج الأساسية هذا A ينمو مع الإنتاج أو يضمحل ويموت مع الإنتاج هناك أربع معادلات متضمنة في دالة الإنتاج لكن نحطها الآن سنضحها في دالة واحدة بعد أن ننية ونشرحها وهي على نحو الآتي الآن المعادلة الأولى دالة الإنتاج الفعلية Y اللي هي كمية الإنتاج الكل في الاقتصاد تعتمد على الزمن طبعا لكنها هي دالة في رأس المال K والعمالة وK تعتمد على زمن أو مقترن مع الزمن طبعا K مرفوعة للقوة ألفة هنا A هنا الآن هي الأفكار الإبداعية مقترن مع الزمن مضروبة في ألقوا واحد نقص ألف وهذه مقترن مع الزمن المعادلة الثانية معادلة تطور وتقدم تقنية الإنتاج الآن من خلال الأفكار الإبداعية ما يعني بأن الأفكار الإبداعية والتطوير والبحث وما شابه البحث العلمي مقترن مع الزمن وهو دالة فيما حدثت في الفترة السابقة A أو T ناقص واحد في الفترة السابقة فإذا كان هنا إبداع سيكون هنا إبداع أكثر وإذا كان هنا تردي فقد يكون التردي أكثر هنا المعادلة الثالثة معادلة تراكم رأس المال بمعنى آخر أن تغير رأس المال مع الزمن هو عبارة عن حاصل ضرب معدل الإدخار الآن في كمية الإنتاج المقترن مع الزمن وأخيراً معادلة نمو السكان العمالة اللي هي تغير العمالة مع الزمن هي عبارة عن حاصل ضرب معدل نمو السكان في عدد السكان في الترسي في التهيئة أو العمالة طبعاً الآن طبعاً سنضحها في دالة واحدة فقط لا يعرف افترض رومر بأن حجم العمالة السكان لا ينخفض وأن رأس المالكي لا يتآكل أي ليس هناك احتلاك لكن سأضبط هذا الافتراض بعد قليل وأفترض بأن هناك احتلاك لكنه سيختفي وأن التوازن إكولابرياً في تغير مستمر بسبب النمو في الإنتاج بمعنى آخر ليس هناك استقرار طويل لأن دائماً وأبداً هناك إبداعات وهناك إنتاج وما شبه وأن هناك دفعة كبيرة مستمرة من الإذكار والإبداعات اللي هي من أجل تبسيط طبعاً التحليل سنفترض بعض الأساسيات التي لا تنقص من قوة النموذج أولاً يؤدي نمو منشأة أو صناعها في الاقتصاد إلى انتشار الأفكار الإيجابية بين المنشآت أو الصناعات الأخرى ما يعني بأن النمو الذاتي ينتشر في الاقتصاد ثانياً كل صناعة تخضع لدالة إنتاج ذات عائد ثابت على الحجم أو ما يسمى constant return to scale مهم جداً نفهم لماذا وسأوضحها بعد قليل طبعاً على الرغم من أن الأفكار تنمو باستمرار ما يعني بأن هيكل المنافسة التامة أو المنافسة الاحتكارية هو النمط السائد في الإنتاج ثالثاً هناك أثر حميد لرأس المال الكلي aggregate capital stock اللي هو كيل كبيرة ما يعني بأن هناك إمكانية تطور إنتاج يخضع للعائد المتزايد على الحجم وأرج الرجوع إلى هذه المفاهيم لمن لا يعرفها أو على الأقل اللي نسيها لأنها من غيرها لا نستطيع أن نفهم مبدأ رومر في الـ endogenous growth model نكمل الآن يترتب على دالة الإنتاج ذات العائد الثابت على الحجم constant return to scale بأن الإنتاج يتزايد بالاضطراد كل ما زاد حجم رأس المال والعمالة على عكس الآن الافتراض الذي وضعه عفواً solo طبعاً هناك يزداد الإنتاج لكن زيادته تتضاءل الزيادة فيه أو incremental production تتضاءل تدريجياً كل ما زادت كمية الـ capital أو الرأس المال والعمالة ونه الآن سنمثل ذلك بيانياً على المحو الأفقي الـ capital stock هنا إما حصة العامل من الـ capital أو الـ capital يعني مخزو رأس المال في الإقصاد كله وهنا كمية الإنتاج على المحو العمودي الآن هذه دالة الإنتاج وهذه طبعاً هنا دالة الإنتاج Y وهنا دالة الإدخار يعني الجزء من Y يذهب على شكل إدخار وهنا دائماً المعرفة في المنظومة الاقتصادية تتزايد بالاضطراد وباستمرار وهو السبب الذي قال عنه رومر بأنه يؤدي إلى زيادة الإنتاج باستمرار افتراض آخر الآن رابعاً مخزون رأس المال على مستوى المنشأ يشمل المعرفة باعتبارها سلعة عامة المعرفة لا يمكن أن يحتكرها ويخبيها أو يعني يخفيها عن الناس عن المنشآت الأخرى فيعني اعتبر رومر بأن المعرفة سلعة عامة تستهلكها كل المنشآت يبين نموذج رومر الأسباب الكاملة وراء مبدأ النمو الذاتي لأغراض التبسيط سنفترض بأن A ثابتة مؤقتاً على الأقل تأخذ دالة الإنتاج لكل الشكل الآتي الآن هذه Y المقترمة عن زمن كمية الإنتاج الكلي مقترمة مع الزمن تساوي A المعرفة وكفاءة الإنتاج والنجاعة والبحث والتطوير مستمرين مضروبة في حجم العمال القوة 1 ناقص ألفة لكن العمال مقترمة مع الزمن والكل مضروب في مخزون رأس المال K للقوة ألفة زائد بيتا لكن هذا مقترمة مع الزمن هذا الآن الإنتاج الكلي المعرف والأفكار هنا العمال التي تتعلم بالتجربة والتطبيق يعني المعرفة والأفكار هنا تنعكس هنا وبالتالي العمال سيستمر في التعلم بالتجربة والتطبيق وهنا طبعا رأس المال نكمل نعيد كتاب دالة الإنتاج كلي هذه دالة الإنتاج كلي ذكرناها قبل قليل نستخدم قاعدة المشتقة الكلية كي نتعرف على سلوك دالة الإنتاج مع الزمن مرة بالنسبة للعمال ومرة بالنسبة لرأس المال K كما يأتي الآن هذا المشتقة الكلية التغير في كمية الإنتاج مع الزمن هو تغير في كمية الإنتاج بالنسبة للعمال مضروب في تغير العمال مع الزمن يضاف إلو تغير كمية الإنتاج بالنسبة لرأس المال مضروب في تغير رأس المال بالنسبة للزمن أرجو أن لا ننسى هذه الصيغة لأنها مهم جدا جدا سنتعامل مع هذا الجزء ومع هذا الجزء ونبقي على هذا سنشتق الدالة بواسطة هذا الجزء ونضربه في هذه الكمية ثم نشتق الدالة مرة أخرى بواسطة هذا الجزء ونضربه في هذا الجزء هذا النمو الإنتاج مع الزمن الآن نشتق الدالة بالنسبة لعنصري الإنتاج L و K طبعا تشريح القادمة نكمل هذه الآن هنا الاشتقاق اشتقاق الدالة Y of T تساوي A L قوة 1 ناقص ألف K قوة ألف زائد بيتا أولا بالنسبة ل L يكون طبعا اشتقاق partial Y partial L تساوي A في اللي يعني أرجو أنه لا نأخذ هنا درس في التفاضل التكامل لكن هذا الاشتقاق الجزئي بسيط جدا هو الآن A مضروب في مشتقة L Y بالنسبة ل L وهذه هي طبعا منطرح منها واحد صحيح فتصبح الآن A في واحد ناقص ألف مضروب في L للقوة واحد ناقص ألف ناقص واحد سنستخدم السالم واحد بعد قليل مضروب طبعا باعتبار هذه أنه يعني ثبتنا هذه القيمة فتصبح الآن K أو تبقى K للقوة ألف زائد بيتا بالنسبة لK الآن مشتقة هذه الدالة بالنسبة لK تكون كما يعني التغير في كمية إنتاج بالنسبة لرأس المال يساوي A في مضروب في ألف زائد بيتا سكل جوس مضروب في L قوة واحد ناقص ألف والآن نطرح من هذه واحد صحيح فتصبح الآن K للقوة ألف زائد بيتا مطروح منها واحد صحيح وسنتعامل معه نستفيد من هذه الخاصية إذن سنستفيد من السالب واحد هنا عندما نقسم على K للقوة واحد فبنشطب وهنا نقسم على L القوة سالب واحد وبالتالي نكمل الآن الآن نقوم بجمع هذه الكمية اللي هي مشتقة كمية الإنتاج بالنسبة للعمالة تساوي A في 1 ناقص ألف في L قوة 1 ناقص ألف ناقص واحد في K قوة ألف زائد بيتا في الآن اللي ذكرت قبل قليل اللي هو مشتقة أو نمو الليبر أو العمالة مع الزمن نجمحها مع مشتقة كمية الإنتاج بالنسبة للرأس المال وتساوي A في 1 ألف زائد بيتا في L قوة واحد ناقص ألفا في K قوة ألف ناقص زائد بيتا ناقص واحد مضروبا في تغيير رأس المال من سبع الزمن وأعيد يعني تذكيركم بأن المشتقة هذه كلاتها هذه DYDT تساوي هذا إذن إحنا الآن سنجمع هذه القيمة مضروبا في هذه مضروب هذه يعني مجموعة هذه القيمة مضروب في هذه وبالتالي نجمعهم هذه مضروبا في هذه مضاف إلى هذه الكمية مضروبا في هذه الكمية وبالتالي بكون الجواب قبل النهائي بأن A مضروبا في واحد ناقص ألفا في L قوة واحد ناقص ألفا ناقص واحد في K قوة ألفا زائد بيتا مضروبا في DLDT زائد الآن A مضروبا في ألفا زائد بيتا مضروبا في L قوة واحد ناقص ألفا في K قوة ألفا زائد بيتا ناقص واحد مضربة في D, K, D, T الآن إذا أنزلنا L للقوة تحت من المقام هنا اللي هي L للقوة سالب واحد أنزلناها تحت في المقام فتصبح L للقوة واحد وإذا أنزلنا K للقوة سالب واحد فقط في المقام فتصبح الآن K للقوة واحد فبنتقسم بالحالة هي على K هنا على L وبتكون النتيجة نأخذ طبعا من حاصل الجمع عامل مشتركا وإنزال L كما ذكرت قبل قليلتان تحت من قوة سالب واحد إلى المقام ينتج ما يلي الآن هذه النتيجة قبل النهائية قبل النهائية هاي الآن A في L للقوة واحد ناقص ألفة في K القوة ألفة زائد بيتا مضروب في كما ذكرت واحد ناقص ألفة في حاصل قسمة هذه على هذه عندما ننزلها في المقام زائد الآن هذه القيمة مقسمة على K القوة سالب واحد تصبح الآن D K D T على K وهكذا ولكن نلاحظ هنا هذا النمو في العمالة وهذا النمو في رأس المال وهنا هنا هي عبارة عن Y التي بدأنا بها وبالتالي Y مضروب في هذه القيمة كلياتها نكمل لنفترض بأن N الآن ترمز لنمو العمالة السكان وهي طبعا هذا نرمز له بأن أو تساوي N هذه نفترض بأنها تساوي N و N G و N G ترمز إلى نمو رأس المال وهو هذا المقدار أي أن D L D T بالنسبة مقسم على L يساوي N و D K D T مقسم على K يساوي G بمعنى هذا النمو في حجم العمالة السكان يساوي N وهذا النمو في حجم رأس المال يساوي G تعرفنا من نموذج سولو بأن معادرة حركة رأس المال هي D K تساوي D K هنا Delta K تساوي D K على D T وتساوي الاستثمار مطروح منه اهتلاك رأس المال مضروف في كمية رأس المال ويساوي هذا الاستثمار أصبح يعني معدل الابتخار مضروف في كمية الانتاج مطروح منه depreciation اهتلاك رأس المال مضروف رأس المال الآن بقسم الطرفي المعادة على K نحصل على مال طبعا هذا قانون حركة رأس المال الآن بعد القسمة نحصل على الآن DKD team قسم على K اللي هو نمو رأس المال يساوي الآن معدل الادخار مضروف في Y على K اللي هو حص يعني معدل انتاج رأس المال مطروح منه طبعا depreciation نكمل الآن هذا طبعا اهتلاك اهتلاك AK هنا الآن نعيد كتابة آخر نتيجة هذه آخر نتيجة كتبناها كي تكون الآن هذه ثابتة لابد ان تكون حاصل قسمة Y على K ثابتة واذا كانت هذه النسبة ثابتة فان DKDT على K تساوي YDT على Y وتساوي جي اللي هي معدل النمو في رأس المال يساوي معدل النمو في الانتاج تكون ثابتة بقسمة الآن طبعا هذه تكون ثابتة بقسمة هذه الدالة التي ذكرناها قبل قليل كليات الآن على Y ونذكروا أنه هذه Y نحصل الآن هذه طبعا N التي ذكرناها قبل قليل N وهنا G التي ذكرناها قبل قليل ما يعني الآن نعيد كتابة آخر نتيجة هكذا وحيث وحيث أنه وأن معدل النمو هنا يساوي معدل النمو هنا ليس بالكمية نحكي معدل النمو فإذن G وهذه G وهذه N فلاحظوا الآن هذه G هذه الآن G الثانية وهذه N إذن بمعالج رياضيتي بسيطة ينتج ما يلي G هنا تساوي طبعا نقلت هذا للطرف الأيسر الآن تصبح سالم ألف زائد بيتا في G تساوي واحد ناقص ألف مضروبة في N الكل أخذنا عامل مشترك إذن G تساوي واحد ناقص ألف مضروبة في N على واحد ناقص ألف ناقص بيتا نأخذ مثال بسيط وينتهي الآن العرض مثال لنفترض بأن N تساوي 5% معدل نمو السكان أو العمالة من مقدار 5% ألف التي هي return to scale بالنسبة للعمالة تساوي 3% وبيتا تساوي 6% فإن بالحالة هذه معدل النمو في رأس المال الذي يساوي معدل النمو في الإنتاج 35% أرجو أن يكون قد قدمت قدمت الفائدة لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قريب بإذن الرحمن